شكرا في كل مكان برحب بيكو في حلقة جديدة موضوع جديد من حلقة برنامج نور الطب النهاردة الحقيقة عندنا طريق من النور في الجديد في الكورونا بقى لنا ست شهور تقريبا أو ما يزيد أكثر أو أقل يعني بنسمع عن حالات إصابة بنسمع عن وفيات بنسمع عن ابتكارات لعلاج مرضى كورونا وأيضا على النقيد الآخر افتكاسات لعلاج مرضى كورونا بنسمع عن برتكولات علاجية ممكن تكون مجدية ومفيدة بنسمع أيضا عن برتكولات علاجية يعني أقدر أقول أن هي أرى أشخاص بيحاول أن هما يجتهدوا للوصول إلى علاج وفي بعض الأحيان يصيب أو يخطئ نسمع برضو عن أنه كتير من المواطنين العاديين بقوا يحطوا باختصار كده بالبلد كده يحطوا التاتش بتاعه في العلاج حتى لو الدكتور كتاب له علاج وبسيط يناسب حالته بيبدأ هو يبتكر أنه لأ مش هو ده المناسب بالنسبة لي مش هو ده اللي ممكن يبقى كويس طبعا منشورات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وآراء المقربين والأصحاب والجران والشارع لورايا وشارع لقدامي بتاخد حيز كبير جدا أنا أرى أنه مش بس فيها الإصابات بمرضى كورونا لأ ده في طبيعة الطب في مصر أن الناس بتسأل بعض أنت تكون عندك إيه والله أنا حد جاء له كورونا طب خد إيه 1-2-3-4 بياخد نفس العلاج مع أنه في بعض الأحيان بيكون العلاج مختلف بناء على ما هو جديد في إيطاليا وكان فيها نسبة وفيات كبيرة جدا من كورونا وروسيا أيضا عملوا تشريح للجسس كطبيعة أي وباء بينتشر جديد بيشرحوا الجسس المتوفية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الوفاء وطرق العلاج مهاردة يكون معي الدكتور سامير عنطر استشاري الحميات والأوبئة ومدير حميات إبابة سابقا أنا هنتكلم أكتر عن الجديد في الكورونا دكتور سامير برحب بيك أهلا بيك يا فني منورني دائما وابق شكرا لسيادتك قبل أخليك الجديد بقى كورونا والذعر اللي كانت عاملها أنا شايف أنه فيه طريق من نور بدأت الحالات تقل بدأت الدنيا تكون أهدا للفترة الأخيرة شكرا لسيادتك وشكرا لقناة صحة وجمال وشكرا للمقدمة الرصينة المتميزة فيها يعني الكلام مش طانين وخلاص لا سرد ويعني مهم جدا جدا باختصار شديد قوي للمرحلة السابقة والأمال اللاحقة والمجهودات الطبية المستمرة يعني اكتشاف ما هو موجود في أعماق الكورونا من يعني أشياء غامضة مستجدات ممكن أنها باكتشافها تفتح يعني ضوء لنحية أو أمل نحية الشفاء ونحية انتهاء هذه الجائحة طبعا سيادتك في البداية أو في الكلام قلت أنه فات حوالي ستة شهور وهي فعلا بالزبط بالزبط ستة شهور منذ اكتشاف أول حالة كورونا قادمة لمصر والكورونا كانت ابتدت تكون لها إرهاصات وتلميحات في الصين من قبلها بثلت شهور والكلام اتخذ في العالم الأول بنوع من التعالي في بعض الدول ونوع من الاستهتار في بعض الدول ونوع من دفض الرأس في الرملة من بعض الدول أو كوميديا السخيفة غير الهادفة كل الكلام ده كله لغاية لما كل لقى أنه مركوب كله يا ولدي يا ولدي مفيش أي حل لا ليها كبير ولا ليها صغير لا في الشرق ولا في الغرب ولا ليها ناس عواجيز بس هيموتوا والشباب في مناعة وحصانة والكلام ده كله فابتدأت الناس تأخذ نوع من الاهتمام وابتدأ الكلام المستمر والطرق المستمر اللي ما زلنا بنؤكد على أهميته لأن الكلام لسه ما انتهاش اللي هو الببدأ الأول والأساسي هو التجنب والتباعد واتخاذ الكمامات كوقاية عند الاحتكاكات بين الناس وبعضها يبقى هنا الكلام أصبح لصدى جديد وخصوصا أن احنا مرنا بتجربة أليمة في مصر هنا أن في شهر رمضان الكريم الماضي الناس برضو خصوصا سيدات البيوت بالذات يعني عندهم كده بعض التقوص العزومات بقى آه يعني أصنام عندهم أنهم لازم يجيووا حاجات قبل رمضان ويشونوا عشان رمضان والعزومات في رمضان ونروح للحجة ونروح لوجيب الأولاد والكلام ده كله فانفجر العدد بتاع الحالات بعد العيد بشكل كبير جدا وحصل معايا كمان عدد كبير من الوفيات كان بالنسبة لي محزن جدا وكنت بحس يعني كأن يعني الواحد قدام قطر لبس في قطر أو طيارة خبطت في طيارة فانت بتحاول أنك أنت تشيل الجسس اللي موجودة بنوع من المرارة ونوع من الحزن الشديد نتيجة جهل الناس أو جهل بعض الناس ونتيجة أن الناس انساقت وراء الشيطان الأكبر اللي هو الفيس والكلام اللي بتدولوه مصطلح مهم جدا الشيطان الأكبر طب أحيانا بيكون شيطان أكبر فيه بس معلومات مغلوطة كتير جدا موكرين هي بتدمر هي المعلومة يا إما معلومة صح يا إما ما فيش إنما المعلومة المغلوطة دي أسوأ بكتير لأن الواحد يتوهم إنه هو عنده معلومة فإحنا المهم إنه هو ربنا أكرمنا كانت ترقباتنا في خلال الفترة اللي فاتت دي طب خلينا نأخذ نصدقون يا دكتور سمير كده ونرجع نكمل أستاذ السامة أهلا بيك انقطع الاتصال مع أستاذ السامة وحاول تكلمنا مرة تانية هتكلمنا إن شاء الله فكنا بنقول إنه بانتهى المرارة إنه ما تسئل سؤال إلى متى كنت أقول إنه الارتفاع دوت ارتفاع كان يعني منتظر الوفيات والرحلات الكتيرة وده شفنا في الأرقام اللي كانت مؤولة في الفترات اللي فاتت بعد العيد الصغير وبعدين قلت قدامنا فترة برضو إن شاء الله أسبوع أو أسبوعين نحصد بقى حصاد العيد إلا لم يحدث قلناها كده مع بعض المرة اللي فاتت ومع بعض الحلقة هكنا نتكلم عن آه حتى كانت حلقة موضوع السنوية العامة تمام سيادتك مزبوط كنت يعني تكرمت مشكورا بأنك أنت أصداء الصرفتيني فيها الله خليك فطبعا القصة كانت قلت قدامنا أسبوع أو أسبوعين إلا لم يحتحد مشكورة السنوية العامة من تجمع الأولياء والأمور قدام اللي جان وبرضو الالتحان بتاعهم دوت ووجودهم مع بعض بشكل زيادة ممكن يعملوا بقرة تانية فكتبوا دخوف جدا لكن ربنا سبحانه وتعالى لطفه وأمره وإحسانه لنا وبعض الناس التزمت يعني بعض الناس التزمت يعني أنا فجئت بشئين شيء إنه الناس مش ملتزمة نهائي وناس قدر المستطاع تلتزم وتبعد نفسها عن الوباء وعن انتشار بقرة مرضية في وسط الطلاب تبعد هو نقول الجزء الأبيض من الصورة إنه الناس اللي كانتش ملتزمة كلها بشكل غالب في رمضان ابتدى الجزء منهم كبير ينحسر ويبقوا ملتزمين كويس والجزء اللي مش ملتزم ما زال غير ملتزم كويس لا أسنع هنبوس رجليه لا مش هنبوس رجلي حتى هو هيروح لو ملتزمش الفكرة كلها دكتور سمير إنه يعني أنا شايف إنه أعداد الوفيات بدأت تقل نعم هل ده بسبب اكتشاف دوائي جديد؟ هل بسبب التزام الناس؟ هل بسبب إنه زي ما سمعت قبل كده إنه الفيروس فييجي في الصيف ويكش ويقل كده ما بيحبش الحرارة يعني الموضوع آه سؤال مهم جديد لأنه هو إحنا الرؤية دلوقتي اللي كنت تكملتها اللي كنا بيقولها إنه في خلال الأيام القليلة الماضية من هذا الأخر الأسبوع اللي فات وأوالي الأسبوع اللي على الحالي فيه انحصار وفيه نزول للمعدل الوبائي ومعدل الوفيات المنحنة 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 وأنا مليش دعو أرقام الناس اللي تخلتها تعادت قد إيه النهاردة فيه ألف واحدة تعادوا فيه عشرين ألف واحدة تعادوا فيه مليون واحدة معاديين حسبناهم جداد طلعين إيجابي كل القصة دي كلها لا أعتمد عليها في قراءتي فعلي لأنها أرقام متغيرة والأرقام داخل فيها عوامل كثيرة وانتقائية إنما الرقم اللي لا يمكن حد يضيف إليه أو يقلل منه أو يكذب فيه هو رقم الموت لأنه الحقيقة الوحيدة على الكرة الأرضية فأنا لما يكون في عندي عدد وفيات بي إيل زي مخالص النهاردة ومبارح يبقى ده بشرة من رب العباد بأنه ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يتم نعمته علينا بأن الأمور تنحسن وتهدى وينكشح هذا الوباء من الكرة الأرضية ليه بقى طبياً؟ بي إيل بي إيل لأنه المعروف إنه كل ما المرض أخذ وقت أطول مش بوضوع صيف وشتة لأن الفترة بتاعة الزهور المرض بقى لنا ستة شهور المنحنة بقى لنا ستة شهور من ساعة المرض يعني ياخد الاجتياح الشريب بتاعه دوت اللي بتتكلم فيه هنا في مصر حارك توصد يعني دورة الحياة الفيروس مثلاً؟ لأ شيوع الإصابة بشكل كبير جداً جداً بيعمل نوع من اختلاف المناعة بتاع الناس فيبتدر الفيروس اللي موجود ينتقل من واحد لواحد مش بشر مش مش شخص واحد بيتتقل إليه مناعتهم مختلفة فبينتج عن كده إنه بيتحطم جزء من شراسة هذا الفيروس في الطريق أه أتك إزاي؟ بيدعف بيدعف ناخد وصلاف تليفوني شوف أستاذ مازن ونكمل مكالمة شوف مازن أستاذ مازن أقلم بيك يا أستاذ مازن أستاذنا بس تقفل التلفزيور وتسمعنا عن التليفون أستاذ مازن أستاذ مازن وعليكم السلام شكراً يا أستاذ مازن لاتصال لخين قطع لاتصال مرة أخرى نكمة آية تسلتين إن شاء الله فبنقول إنه طبيعة الأمور إنه انتقال الفيروس انتقاله من أشخاص لأشخاص من أشخاص لأشخاص بيحصل له نوع من الضعف مش القوة تكسير الفيروس تكسير الفيروس لأنه بينتق عن أنه أنا بيقبني الفيروس وأنا منعتي قوية فبيخرج من عندي عشان قام ما يكون بعدي واحد تاني من هذا واحد تاني فيبيكون بخارج من عندي على عدوى أضعف ما دخل لي بيروح لواحد ضعيف ممكن إنه هو يأثر فيه بيروح لواحد قوة وبيضعف أكتر فيبتلت بصورية الفيروس نفسها بورور الوقت تنهار أو تقل شراستها طبياً ده معروف ناعة الفيروسات فهنا يبقى اللي بيسموه منعة القطيع يعني إيه منعة القطيع ما احترمنا للقطيع اللي هو إنه سيب المرض ينتجر في الناس كده جداً جداً فبيكونوا هم جزء كبير منهم لأنهم عندهم مناعة الدول مش بتجاز ولا ألم جاف بيكونوا مناعة جواهم حسب أو بيكونوا أكساب مضادة جواهم حسب مناعتهم المختلفة شاكراً كلهم بيقولوا الناس الكبار في السن ولي عندهم أمراض بوضع عارفية دولة الأخصر ورد للإصابة دول ممكن يقع مننا أريانين من المناعة فهنا لما بيكون فيه مناعة موجودة بتعمل نوع من التحتيم المتكرر الجزئي بشراسة الفيروس بيصل الفيروس في الآخر بعد مدة طارت أو قصرت اللي إنه هو يكون السلالة بتاعته بقت أقل تأثيراً من ناحية إنها تبقى تعمل مشاكل قد تؤدي للوفاة لكن مش موضوع الانتقال هو اللي بيقل يعني انتقال من فرض الفرض هو بس الفيروس هو اللي بيضعف دي جزئي الجزئية الثانية هل فيه بورتوكولات علاجية جديدة أو بورتوكولات دوائية جديدة ودايماً كنت أشوف إنه أي حد سدره بيوجعه قلبه بيوجعه وياخد الأسبرينة وخلاص وبالنسبة له كده تبدأ أن هي مضادات للتقلط فالتقلط بيقل هل ده مفيد في علاج فيروس كورونا بعد الاكتشافات اللي بتقول إنه بيحصل تجمعات دموية في الجهاز التنفسي طبعاً طبعاً الجديد النهاردة منبارح إنه زي ما قلت سيادتك برضو في المقدمة وأشرت للسيناريو بمختصر السيناريو كورونا حتى الآن إنه الإصابات اللي كانت حلست بالذات في إيطاليا وإيطاليا ليها يعني قدر باع طويل آه قدر كبير من الاهتمام عندنا والحب لأنه هاجرتنا وأرايبنا وكانوا مولين في مصر كده كانوا من الود الإجتماعي وكانوا بيشتغلوا في مصر وبينشتغلوا عندنا وكلام مين ده ففيه تاريخ مش بعيد قوي يعني 50 سنة اللي فاته فهنا الإيطاليا القريبة مننا قلباً وشكلاً وموضوعاً الناس فيها لما بدخل تعليهم جائحة الكورونا يعني كان عندهم برضو إيه السلوك المصري برضو تغديم مننا شوي وبشين بسدرهم كده فقال لهم هنقفل البلد دي لفترة لغاية لما نعمل تطهير لها وبتاع راحوا تأسيبين البلد وحملين الميكروب معهم وقطعوا في إيطاليا بحالها كان بيموت يومياً ألف واحد لما خرصت القصة عندهم بهدية شوية ابتدوا بقى هم ينتبهوا أول ناس إنهم يشرحوا الجسس اللي هي توفت من كورونا فوجدوا إن فيه عامل تاني غير الالتهاب الرئوي اللي هو التجلط للشعر أو رئية الدموية بتاعة الرئة يبقى هنا فيه مشكلة مع التجلط فيه جسم البني آدم المصاب بالكورونا وبالتالي ابتدوا إنه فيدبهه العالم ويقولوا إنه بالتالي يجب إنه ناخد مضادات التجلط ويقول لي على رأسها وأهمها وألخصها لإيه ناخد صوت تليفوني وساش شمان أهلاً بيك أهلاً بيك وساش شمان أستاذنك بس تقفل تيفيزيون أو توطي الصوت خالص يعيق بتعرف إيه؟ معنا كورونا دي عايZ تعرف إيه؟ معنا كورونا مش فاهمية ها معنا بحيرة حالية عارف ايه فيروس كورونا؟ طيب هو يعني وقت الحلقة لا يسمح ان احنا نشرح فيروس كورونا لانه تحدثنا فيه مرارا وتقرارا لانه دكتور سامير هيحاول يجاوب عليك فيه اقل من دقيقة شكرا لاتصالك ايه فيروس كورونا ده وهي حاجة جديدة تقريبا محتاجين نعرفه هو طبعا اخونا العزيز بنقوله انه كورونا مرض من الامراض زي بالهارسيا وزي السل وزي اي مرض معين وهو مرض من الامراض اللي بتنتشر انتشار شديد جدا جدا يعني ما بيجيش لواحد والاخوه لأ ممكن لو دخل البيت اللي ينتقل عن طريق الكحة والرزاز يعني البق يبقى هو كنية دي البيت كله والشارع كله لو اي واحد وقف ما كان فيه زحمة فده من هنا المشكلة سموه كورونا لان كلمة كورونا دي التسمية بتاعت الفيروس اللي مع كلمة كورونا يعني باللاتيني حاجة اللغة اسمها اللاتيني يعني التاج اللي من فوق فكنا بنشوف الفيروس ده او الميكروب اللي عامل المشكلة دي او المرض ده على هيئة التاج كده اللي موجود فسبناها الاسم ده والقصة دي بدأت في العالم من سنين طويلة بفيروس اسم كورونا احداثهم اللي ظهر من السنة اللي فاتت سنة 2019 فسمناي يا استاذنا ايه كورونا 19 يعني كورونا اللي اكتشفناه سنة 2019 كوفيد 19 او كوفيد 19 فالبرد ده كورونا يا مولانا مرض بينتقل منك ومني لأي حد لو بيكون احنا عندنا عدوى لأي حد وسهولة جدا جدا اذا ما كانش بيلبس كمامة وما كانش بيغسل ايديه قبل ما يخش على البيت عشان ايه ما يلمسش حد من بيته ممكن ياخد الميكروب من بقه على ايده ومن ايده على بقه اللي قدام منه او على جسم اللي قدام منه في ايدي ادي قصة كورونا ومن هنا لانها انتشرت في العالم كله مش في مصر بس ولا في البلد بتاعيقه بس لا في كل العالم فبنتكلم عليها علشان ننبه الناس لان حالست منها وفيات وحالس منها مشكلة والشغل في العالم كله وقع في العالم كله انا ما عرفش انت كنت فين فيمكن مليارات مليارات لكن بننبهك برضو ونقولك انه هو ما هواش كلام سياسة لا ده مرض موجود يا استاذنا في العالم كله بيعاني منه والغاية دي اكتر من كام مليون تقريبا ده ارقام كبيرة جدا اكتر من على الكبير من الاصابات وعلى الكبير من الوافيات موافيات طبعا فاحنا بنقول ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى في ايده الفرج وعشان كده بنقول ان احنا في انفراجة في انحسار المرض ده ويعني اختفاءه بالترمي اسمح لي اعطيك يا دكتور سمير في الانفراجة دي عشان وقت الحلقة يعني ما فيهوش انفراجة هو وقت الحلقة قرب على النفاذ نلخص الانفراجة اللي ممكن تحدث الفترة اللي جاية وازاي نحصل على الانفراجة اه هو فت هو من هو من بالاول والاخر امر ربنا بان هو الامور تهدى لان هو كورونا ما ظهرش على الكورونا الارضية بفعل فاعل وخلاص لا ده امر ربنا ومش هينتهي برضو غير بامر ربنا بس برضو الفعل الفاعل في انه يحصل المرض حصل ورد فعل البشر في انه هما يقوموا المرض حصل اللي هو ان احنا نتجنب الازدحام بنحاول نمنع الناس من المريضة من الشغل ما يخرجش لضرورة وكلام مين ده والمدارس افدناها والمساجد للصلاة الجماعة في الجمعة او خلافه والكنائس كل كلام ده كله عملناه اتبقى انه زي بنقول مثلا البلدي بنقول ايه داري على شمعتك تئيد حافظ على المكسب البسيط اللي انت خدته علشان تتفتح معاك الامور اكتر مش بنقول ان احنا بتدينا نتحسن شوية في الارقام والوفيات وان ربنا اكرمنا نسيبها على البحر معناها نسيبها على البحر لازم نلتزم برضو الفترة اللي جاية فات الكتير وفاضل الالي ناخده محمد عشان نختم نسمع معا محمد نسمع معا محمد محمد اهلا بيك اهلا بيك يا محمد فضلي عليكم السلام ازاي انا عندي سكر عندي سكر وقلبه ضغط ولسه ده السكر ايو وعندي محتاج تركيب اربعة ضعامات سلالي ماشي واحدة يعني عايشة في حالة رعب خايفة ان انا تعادل بالكورونا لان انا عنديشنا نعفالي ماشي انا مركبة دعونتين قبل كده خانش عارفة عاملين ولا حاجة زي ما كنت بتعملي قبل كده كل المطلوب لسيادتك انك انت ما تخرجيش الا لضرورة ازاي كنت هلجيبي اكل للبيت او كذا بل لو هتخرجي هنفترض انهم محمد قادر وحدها عشان في ناس كتيرة جدا جدا رجالة وستات كبارة ابوهم والبواب برداش يطلع لهم وجيران عمدين 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 لا اولادي يعني بيخربوا وييقوا علي بس ما بتعملش بخلموا بعد عني بخايفة ما هو الخوف ما يبقاش للرعب يا استاذة الخوف بالحذر يعني ما انت عندك متجازب انت لو خايفة نفتحي حساني فارق عفو الشيك ما مش هنطبخي خالص ما هو دي القصة كده احنا بنخاف بحيس ان احنا بنعمل تعليمات بسيطة مش بنخاف ونقعد مشلولين ومرعوبين وعدين تحت السرير لا احنا بنخاف ان احنا بنغسل ايدينا وبنلبس الكمامة فقط لما يكون في حد داخل عمدنا او هنقابله هنرد على حضرتك يا محمد واسمعينا من التلفزيون بشكرك شكرا جزيلا لتقالك انا مطيقة للتلفزيون انا بقولك اسمعينا بقى من التلفزيون الدكتور سمير بيرد على حضرتك ممكن بس اقول حاجة بس معالي ممكن بنافذ الرئيس السيسي او الكوات المسلحة يساعدوني ويعملوني لعملية انا ما عايش حاجة خالص يعني زروفي طعبة ممكن تحرك سيبي رقمك في الكنترول واحد من القناة حاول يتواصل معاك شكرا انا اتصالك يا امم احمد ناخد صوت تلفوني امم احمد اهلا بيك اهلا بيك امم محمد اهلا بيك يا امم محمد ايو بص حضرتك انا عايز اسأل دكتور سمير مع حركة فضالي فضالي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اذا حضرتك يا دكتور اهلا بيك كنت عايز اسأل حضرتك دلوقتي بالنسبة للتطغير والكلور ومش الكلور وكده المفروض هل يتحضر يوميا الكلور لان اه لان بقوله ما ينسعش عشان هو غاز غير المستقر لا انت بتحضر ليه وتقفد الإزازة وخلاص نعم انت لو عامل دي في إزازة حضرتك في إزازة كبيرة ايه وليها غطة جيركن عندك وليه غطة خلاص مدامة غطة بقى يقعد معاك 100 سنة طيب فهمت ازاي؟ لكن لو انت حطيته في طبق كبير وحلبتيه وسبتيه فترة هيبقى زي إزازة الببسي يعني ايو ايو طب هل المفروض ان هو ما يترش على السطح ان يسيبه عشر دقايق ولا هي القماشة مبللة كويس قوي وبنمسح بها وخلاص اي حاجة تروشي بالرش اسهل واسرع مسكتي قماش على مبللة بس قماش على مبللة طب ما لازبتني لابسك وانتي عشان كدرم يباشي فيه استفسار تاني بس فيه استفسار تاني بس ام محمد فيه عندك استفسار تاني ايو بس معا بس اهو بس بس كده خلاص شكرا جزيلا يا ام محمد هنكمل رد على محمد بس ناخد اتصال السوزة علاء اهلا بيك علاء اهلا بيك بفضل اهلا بيك بفضل ان شاء الله ربنا يرفع البلاء امين يا رب يا رب اللهم امين يا رب امين مع حضرتك علاء البلالكوسي بس بحي اهلا بيك بفضل طبعا تقول لن ينزل بزمد بلاء الا بزمد ولن يرفع الا بتوقع دعم اصوز علاء استأذنك بس توطي صوت التلفزيون خالص او تقفلو ان شاء الله تعني اصوز علاء يا رب يا اصوز علاء في استفسار بخصوص الموالد نتكلم فيه لا لا اهلا باتتوبة ماشي علاء انت مشكلك شوكرا جزيلا متصالك يا اصوز علاء او مدخلة جميلة طبعا جدا جدا ان احنا فعلا 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 مش كلام يعني برضو نوع من التعالي في الدين او التظاهر لا دي ضرورة وضرورة مهمة جدا جدا من قلاتنا هنا ومن كل منبر اعلامي بنتكلم فيه بنوجه الناس انه ده امر من امور الله سبحانه وتعالى في البداية وفي النهاية ما شاء الله كان والقصة بتاعة كورونا دي امر من امور الله وابتلاء من ربنا ولن يرفع هذا الابتلاء الا بالدعاء وبالاخلاص لله والطوبة الى الله والعودة عن المعاصي وعن الظلم والالتزام ايضا بيه كل الاجراءات الاحترازية الاجراءات الاحترازية والعمل اعملوا في سيارة الله وعملكم وفي نفس الوقت التوبة اللي هي تمنع عننا الكوارث وتخلي الامور تمشي بشكل افضل لربنا وشكرا لعلاقه انه هو بنوجهنا في الاخر لهذا الملحة واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وادعو لكل المصريين ومصر والعالم كله بان ربنا سبحانه وتعالى يشيل هذه الغمة وينجح الاطباء في انهم يتوصلوا العلاق برضه افضل ان شاء الله دكتور سامير اسمح لي على المقاطع وقت الفقرة نفذ دكتور سامير عنطر اتشاري الحميات والاوبئة ومدير الحميات المبابة سابقا انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا في كل مكان كانت الفقرة اولى من برنامجك نور الطب تكلمنا عن نور جديد في الطب وهو العلاج الحديث او البشرى الحديثة في الوقاية وفي علاج فيروس كورونا الفقرة القادمة هنتكلم عن التغذية العلاجية وزاي في فترات الصيف وفي فترات انشار الابئة ازاي نستفيد منها بافضل استفادة وافضل برامج التغذوية العلاجية في هذه الفترة وبفكركم ايضا انه التذموا بالكمامة مش معنى انه في طريق للنور في علاج فيروس كورونا انه نبتعد عن الاجراءات الوقائية والاحترازية شوفكم الفقرة القادمة والحد ما شوفكم لكم مني كل التحية والتقديم 剛ع小قا ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم فقرتنا نور في الطب هنتكلم عن التغذية العلاجية زي ما انتم عارفين انه التغذية العلاجية في فترات الصيف مختلفة عن فترات الشتاء مختلفة عن فترات الخريف بتختلف من شخص عنده مشكلة بتختلف من شخص رياضي بتختلف من شخص عنده سمنة بتختلف من شخص عنده نحافة بتختلف من شخص الى اخر لكن هل التغذية العلاجية للأشخاص لازم تحتوي على مواد معينة مفترضنية موجودة تبقى في أطبعنا أو موجودة بشكل مستمر وإيه أحدث وأفضل برامج العلاجية التغذوية اللي ممكن تساعدنا فيه الوصول على الصحة الجسدية والبدنية بشكل مائز نهاردة قم معي أضيفهم مائزة أيضاً الدكتورة نيفين حسن أقصاء التغذية العلاجية أنا برحب بيك دكتور نيفين أهلا بيك نوراني تغذية العلاجية في الصيف أنا بحب الماء أهلاً واجعلنا من الماء كل شيء إن حي هي أول حاجة الماء يعني أول حاجة هنبدأ أليها أنا ملأت بالماء صح صح بالحمد لله الماء هي الماء وزي ما يعني برضو شرب الماء لها limit عشان ما يحصل ليش تسمم مائي يعني فيه ناس بتلاقيها تشرب ماء كتير تشرب ماء كتير تدخل التويلد كتير تأسرع السوديوم وبتسل الليها وقعت فلازم ما أشرب الماء اللي تناسبني طب هعرفها إزاي الماء اللي هتناسبني أيوة وزني أضربه في 30 في الشتاء وزني أضربه في 35 في الصيف حلو يعني مثلاً حد وزنه 60 كيلو 80 كيلو 80 كيلو 80 في 35 يعني بـ 2600 تقريباً مش فاتي المهم طبعاً هنحسفها لو إحنا في الشتاء نقول 60 في 30 حضرك ليك 9 لتر مثلاً؟ لا لا يفهمني بيه أنا معرفة حوالي 2000 حوالي 2 لتر مية 20 لتر وإنت بس في الحالة بيحصلوا زي؟ يعني 30 في 60 أدي كده بتسعين 90 كيلو يعني ضربة الـ 60 الوزن تمام في 35 يطلعوا بكام تقريباً؟ إحنا قلنا 80 في 30 بـ 2400 بـ 2400 يعني 2 لتر ونص 200 واربائي يعني 2 لتر وربعمائي 2 لتر ونص كده وصلت تمام طيب طب هل الصيف غالي الشتاء أوه في الصيف أنا بضربها في 35 لأن كمية العرق بتبقى أكتر لكن في الشتاء بضربها في 30 كويس طيب ده ده في حالة السبات لو أنا أصلاً يعني في حالة سبات وقعت في البيت ما بعملش أي مجهود فيه بقى مجهود إكسترا قولاً أنا لازم أخذ مية أكتر والكافين والمواد والمياه الغازية ما بتحسبش من المية يعني عشان فيه ناس بيقولوا أنا لما بعطش بجري أروح أشرب مياه غازية العصير 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 الأصب العصير الأصب الحاجات دي تمام ولكن لا نفرض فيها علشان سكر الفراكتوز سكر الفراكتوز الموجود في الفاكهة بسرعة بيروح لي الكابت بيطلع لي فيعليل الدهون السرسية في الدم كمان العصير بيقى فيها سكر الأبيض والسكر الأبيض بيتخزن على شكل الدهون في الجسم فمفوضة أننا نفرض في موضوع السكر حتى لها سكر فراكتوز إنه هو موجود في الفاكهة والعصر أو السكر الأبيض كويس طيب كده بدأنا بالمية تمام والجسم محتاج أديه مية على حسب الوزن في الصيف نضربه في 30 في الصيف في 35 تمام في الشتاء في 30 وعرفنا المعادلة دي وبالنسبة للمشاهدين دلوقتي بقيت بسيطة وسهلة إيه بقى الأخذية المناسبة في فترات الصيف وحالك تقتلين فيه برنامج كده أنت عاملاه شديني فكنت عايز أعرضه أيداً على السادة المشاهدين ونتكلم فيها طيب خلينا نبدأ يعني أنا هبدأ قبل ما أقوله حداكة البرنامج اللي أنا عاملاه نبدأ في حاجة بسيطة قوي الفاكهة والخضار اللي هاشتريها ليها معاملة ما باكلهاش على طول أولاً فيه مبيدات حشري فيه أسمر وفيه هرمونز وفيه حاجات كتيرة قوي موجودة في الفاكهة والخضار لازم تتأشر لازم تتأشر أولاً إحنا في صيف فبيخافوا على الفاكهة أن هي تبوص فبسرعة بيقوم حطين عليها مادة الواكهة دي اللي هي مادة الشمع عشان ما تبوصش يحتفظ بيها أطول فترة ممكنة أولاً نمرى واحد أنا أكل الفاكهة التعتي في قوانها فكرت إن أنا أكل البطيخ في الشتاء عشان بيطلق القصة دي لازم أكل الفاكهة في قوانها طب الصومعات اللي فيها بيحكم فيها وتلسة هقول لحدك بتلاقي دايماً الموز على يعني وين إحنا ماشيين كانت لقي الموز اللونه أخضر قوي بيبقى متغطيينه وبعد كده تقول المفروض يستوي على يعني في مكانه هيستوي بره فين يعني بيحطوا عليه مواد كيموية تمام وإحنا بنا كلها فلازم طبيعي لازم نخصي الفاكهة طبعاً لازم تتقشر كويس فيه ثلاث معاملات أنا بعملهم في بيت لكل ست بيت أو لكل حد دقاعد في البيت نمره واحد استخدام الخل كباية خل على لتر مية نمره اثنين بيكربونات السوديوم معلقتين بيكربونات السوديوم على نص لتر مية أو في حاجة اسمها ملح البحر ملح خشن يا دكتور كده عند العطار بقى بيموجود عند العطار ده اللي الناس بتاعه الطاقة بيستخدموه بيطلع الطاقة السلبية بس يعني امش اتكلم في الحاجة دي بس هو معروف ليه علاقة بالطاقة السلبية يا رب دايب فهو الملح الخشن ده بيتجاب وبيتغلي وبيبرد وبعد كده بحط فيه الخضار بتاعي واشطفه كده أنا بضمن بنسبة 80% المبيدات بتاعتي راحة كويس تلات حاجات اللي أول ما يجيب أي فاكهة من برا أو أي خضار كمان أنا ممكن أعمل ده فأقضي على في الصيف تحديداً أكتر من الشتاء فأقضي على كل المبيدات وكل الكيميويات وكل المواد الحافظة اللي موجودة على بنسبة 80% بنسبة كبيرة يعني على الأقل يعني مش هطول المئة في المئة ورفع غطل حل لو أنا بسلق الأكل أو بطهيه ليه عشان أطلق الأخير علشان لا حيبص يا دكتور القصة كم المبيدات اللي موجودة كتير عشان تحافظ على الصمرة تيجي لغاية البيت عن ده فأنا كده عملتها بالتأشير ثم عملتها بالمعاملات اللي أنا عملت بيها كمان نرفع الغطل كان فيه نقطة دايما كنت أسمع عنها بالنسبة ليه إشرة التفاح مثلا البكتين طبعا المبيدات البكتين دي مهمة جدا صح كده؟ أه طبعا الحاجات دي نمينا أشيلها ورميها طب هل أنا كده في خط قيمة من الجزء اللي موجود خارجي على التفاحة أو أكيد بتفقد نقومتها الغزائية هاتها بقى من عند الناس اللي قاعدين في الأرض واللي هما اللي طالعين من الأرض الفلاحين دول هات منهم الخضار هتبقى ضامن مش عليه الواكس اللي محطوط ده آه يعني أنت عايزة تقوليلي أنه في السوبر ماركت أو الهايبر أو الماكين دي بيبقى عاملين ده عشان يحتفظوا بأكبر خضر ممكنة لكن الحاجات اللي بيقول عليهم كنت بقى طازة شوية طالعة من الأرض على إيدك دي أقرب إلى أنه معليهاش المادة مش هيحط لي عليها واكس أولا أنا لو خدت البكتين وعليه الواكس أنا مش هستفد بيه أساسا فأنا مالوش لازم فأنا بيضطر أن أنا أشيله كويس دي الجزئية الأولى دي الجزئية الأولى وخدنا الحاجة في قوانها وتمام كده كويس في أكلات بتحافظ على المية زي حاجة كده حرامي المية وحارس المية مين حرامي المية؟ الصوديو كويس حارس المية البوتاسيوم وده اللي بيلاقيه المرضى الضغط الدم المرتفع لديهم واحدة مزايا شان البوتاسيوم بتاعهم يزبط لي يعمل بلانس بينه وبين الصوديو كويس أولا في حاجة كان الزمان بيعالجوا بيها ما كانوش بياخدوها على أنها طعام الجزر الجزر ده كان يتخل على أنه علاج كان يتخل على أنه علاج حددك عارف ليه؟ لأن نسبة المية فيه 90% الجزرية نسبة المية فيه 90% ده غير بيتاكاروتين يعني حاجة أنتي أقدم حاجة رائعة أنتي أقدم من الناس اللي عندها متضطة أكسادة مترفع من المناعة بتاعت أنا أعتقد أنه ممكن كمان الجزر ده ممكن يبقى مفيد في الأزم بتاع الكورونا دي شوية بيتاكاروتين فيتامين A لقوه أعلى من فيتامين C في جهاز المناعة فيتامين A وده أنا جيبه من الجزر من الجزر جايز الناس كلها جيب جزر النهاردة والتجار هيرفعه سعر وموجود في البروكلي موجود في الكوسة الحاجات كمان المفيدة قوي الخيار برضو بيحافظ على الرطوبة بيحافظ على المية في الجسم حاجة بقى مهمة جدا هي النباتات الحبوب المنبتة الحبوب المنبتة زي الأمح لما بيجيبه ونبته الفول أنابته يطلع منه الزرع أجيب الأمح وخط عليه مية في قطمة كده وخليه طلع النبت كده واخد منه طب ده بيعمل إيه النبت ده لو أنا رياضي بدل ما أخد الوي بروتين أو شكل على فكرة الوي بروتين ده مش اسم التجاني ده الوي بروتين حداك عارف طبعا أنا دكتور أنا ممكن أخد بقى البروتين من الحاجات المنبتة دي بنسبة عالية جدا للرياضيين وبروتين بيور طبعي بيجري على المسلز المرة اتنين هو لو فيه فيتامين سي يبقى 500 في المية زيادة عن ما هو عليه يعني لو فيه 65 ميلي جرام اضرب الـ 65 ميلي جرام دول في 500 كل الحاجات المنبتة هي مليانة كل الأدك فيتامين اي ودي وي وكي بلاس فيتامين بي 6 بي 12 فيتامين سي كويس البايوتين اللي احنا بنجيبه عشان نضافرنا وعشان نشعرنا هنلاقيه في الحاجات المنبتة دي وبكمية كبيرة يعني الفول ده كمان الفول اللي بيتنابت الاخضر ده ده كده اختراع حددك بقول لحددك أولا هو مضاد للأكسادة بشكل غير عادي دي أول حاجة لأن الفيتامين سي عالي جدا يعني الفول النابت ده والأمح احنا ممكن نجيب برتمان إزاز كويس ونحط فيه أمح ونحط فيه شوية مية حوالي من 6 ل 12 ساعة على حسب درجة الحرارة يعني لو الدنيا حرق قوي كفاية 10 ساعات أو 8 ساعات خلاص وبعد كده بقلبوا النحي التانية يعني بعد الثمان ساعات ده هلاقيه بدأ ينبت أصفي منه المية وافرده قدامي على قطنة لقيه نبت وأكل منه أحطه مع السرطة للولاد مش هياخدوا بالهم طعمه مش وحش أكيد طعمه حلو جدا زمان كانوا بيعاملوا الحلبة في شم النسيم والحاجات دي كانوا بيعاملوا بينبتوا الحلبة بروتين عالي جدا وزي ما قلت لحضرتك فيتامين A بيحافظ لي على البشرة فيتامين D كاري الكالسيوم علشان هشاشة العظام فيتامين K علشان النزيف ما يحصل ليش نزيف فيتامين A حافظ لي على التجعيد حوالينا العين بلاس فيتامين B 2 و 6 و فيتامين C كويس البقول البقوليات بلاش أرجوكم في الصيف تاكلوا المقليات لأنها بتخلي الجسم يعني المجموض يعني الطعمية والبحاطس ما نقولش إن احنا نبناها يا دكتور ولكن نقلل منها في ناس كل أكلها مقليات في ناس الصبح طبيعي طعمية وبطاطس قلهم مقليات في الشتاء تديني حرارة لكن كل المقليات في الصيف بتخلي الجسم يعمل مجهود فبالتالي بابزل مجهود بتلاقيك بعض الأكلة المقلية دي تلاقيك هبط تعبت دا كمان بيكون في بعض الأحيان يا دكتور نفين دليل على هو لي علاقة شوية بكفاءة عضلة القلب يعني الناس المعدة بتقضمش كويس إن الدم اللي بيتضخ للمعدة مش بنفس القدر الطبيعي فده لو الناس بتاكل كتير قوي أو الناس اللي بتاكل فجأة مثلا طول اليوم مش واكل وبيأكل مرة واحد وفجأة يأكل مرة واحد فالمعدة تتملي أكل والدم لأن الدم الكله رايح على المعدة عشان يعمل الميتابوليزم بتاعه فبالتالي بيسبب لي خمول كمان المقليات دي المقليات يا دكتور بتحول البي اتش الحامضية فبالتالي الميتابوليزم بتاعه بيكون سيء الهضم عندي بيكونش كويس اللي بيقول عندي حلوة جدا من أكلها ولو أنا عايز أكلها تكافئ قطعة لحمة أحط عليه حبوب حبوب إيه بقى مثلا وقبة الكشري الفول ومعار غيف عيش بلدي بسضبط يكافئ قطعة لحمة بس ده لأو حد عايز يخيسة يدخل ليه عيش وكشري احنا ما قلناشر عيش مع الكشري احنا قلنا الكشري السيرفينج تعتك قد ايه كباية ونص دي الوحدة تعتك في الوجبة السيدات تخدم 600 سعر معدتها عندها القدرة أنها تخدم 600 سعر الرجالة 800 سعر تمام؟ فأنا ممكن نأكل طبق كويس كشري ومعاه طبق سلطة ممكن نأكل 6 معالي أفول ومعاه برغيف عيش خلينا أخذ صوت الفول أستاذ ياسين أهلا بيه أستاذ ياسين أستاذ ياسين قطع لتصل طريبا مع أستاذ ياسين تمام؟ بالزبط لأنه هو في البروتين الحيواني 11 حمد أميني تبقول 10 بس هبينكملوا بالحبوب فكأنك كنت قطعة لحمة تمام؟ الحاجات كمانة الكويسة قوي الفاكهة المجففة الفاكهة المجففة المشمشية والقراسية بلاش استخدمها يكون في رمضان بس إحنا ليه نستخدمها في رمضان؟ يبطعت رمضان لأ مش مكتوب عليها رمضان لأن مليانة بالبوتاسيوم فحضرك طول النهار صايم فتفقد عرق كتير فمحتاج حاجة تزبط لك الكهرباء بالتالي الحاجات اللي يفعل بوتاسيوم زي الموز وكمان الفاكهة المجففة من الحاجات الممتازة جدا علشان البوتاسيوم كويس المنجر طبعا أكيد حداك تسأل عن المنجر لا بأكل منجر تمام لازم منجاية في اليوم كل يوم لازم منجاية طيب أولا إحنا بنعرق كتير فالأملح هتتركز في الجسم طيب فيه شروط لأكل المنجر لو أنا حد نورمال وطبيعي وزني كويس وما عنديش مشاكل واليورن بتاعي فاتح لأن من ضمن العلامات اللي تقول إن أنا تعبان اليورن بتاعي يكون غامق شوية فلو أنا تمام كويس ممكن أكل سيرفينج بتاعتي نص كباية منجر يعني منجاية صغيرة طب لو أنا عندي مشاكل كولسترول وزني عالي أو مريض سكر مش هحرم مريض السكر من أكل المنجر ولكن أدخلها له من ضمن أكله أحط عليها حاجة كريزب أحط أدلها نص طفحي مع المنجر مع المنجر كويس لأن الحاجات المقرمشة بيبقى قليافها كتيرة وسكرها قليلا فبالتالي هتقللي السكر العالي حدق عارف إن المنجاية فيها 23% سكر المنجاية 23% سكريات غير كده كمان الفكهة الكتير بتعمل إيه بتروح زي ما قلنا عند الكبد بطلع لي الدهون السلسية فبتعملي دهون سلسية في الدم فأكل المنجر كتير هيرفعلي التراجل سرايت هيرفعلي الأملاح في اليور فكلها أكسرها بحاجة فيها توريسبي زي الكمترة زي الطفاح زي الأفوكادو ممكن قطع صامرة الأفوكادو الأفوكادو مش كل ناس بتقدر تجيبب الأفوكادو زي التفاح يعني فيه ناس بتجيب التفاح تقطعه طبق السرطة بتزود القيمة الغذائية بتاعته علشان مادة البكتين لو مع الهوش واكس أنا دايما بعمل كده لازم قطع التفاح مع طبق السرطة تمام برضو ممكن نحط العتس اللي هو بجبة على طبق السرطة فيروتين حديد مالتي فيتامن زي موجود في الخضر وصرطة كويس عشان وقت الفقرة بتاعتنا قريبين تي إيه الشنطة الغذائية اللي حضرتك شايفة نيه مكتوبة موجودة في شنطتي وفي شنطتك وفي شنط أي حد سواء رياضي أو غير رياضي طيب بالنسبة للرياضي مشروبك الرياضي لازم تاخده معيك اللي هو أربع برطقانات بعصرهم وكملهم باقتهم مياه ده مشروب رياضي يعني أنا مش عاديت أجيب المشروب الرياضي لعليمها واتحافظة ده رياضي ده الصبح ولا بالليل ولا أمس وإحنا بنلعب الرياضة لكل ساعة بيخلص لتر لكل ساعة يعني ساعة هيرعب فاتنس وهيرعب رياضة يبقى ساعة يعني لتر للفاتنس ولتر للرياضة بتاعته كويس أوكي في وسط التمرين ولا بعده ده الكابتن اللي يقول ممنوع يشرب الطفل أو الرياضي ده يعاقب لازم يشرب في وسط التمرينة بتاعته طيب دايما يقول لك يشرب في وسط التمرينة مية المية ما هي مية آه بس مش عصير ما هي ومش عصير لأنه متصفي جدا متصفي فمش هيعمل لك مجود حضرتك ليه عارف ليه العصير لأ في وسط التمرينة عشان معادتك ما ترقمي الدم ما يروحش معادتك ويبدأ يعمل عملية الهابط فبالتالي انت كده هتقن من كوالة التمرين بالضبط مهم جدا انك تاخد اللي سناكس بتاعتك بسيطة تكون حوالي 200 صعر الشوكولاتة دارك تكون معاك كوباية زبادي أرجوكم الايس كريم يتبدل بلاش اللبن والسكر الجامد قوي ده نحط زبادي على فراولة أو على توت ورق الجيلاتين ودربيم في الخلاط بسرعة المشروب الرياضي زي ما قلنا الميا بالمناسبة ابنينا زي ما قلنا والخضار السهد لو احنا بنقعد في الشغل لفترات طويلة تلات معالي عادس بجيب على كوباية صراطة خضرة ونأكله مع معلقة زيت زتون ولمون واجبة غنية جدا فيها بروتين فيها فيتامينز واملح معدنية وفيها نشويات اللي موجودة في العادس دي كده الشنطة المفترض موجودة مع الشخص اللي المفترض ان هو رياضي او مفترض ان هو بيمارس التمرينة دي طيب الطبيعي أنا دايما بشوف انه في ناس عشقها الأساسي تاكل المنجا الخضرة منجا خضرة خضرة فعلا خضرة بتلاقي طعمها حتى مر تمام مضرة مفيدة تعمل ايه هي ما استويتش ما وصلتش لعملية النطج يعني مش هياخد كل القيمة الغذائية بتاعتها هيبقى فيها قيمة غذائية ولا ممكن ان هيكون فيها نسبة الامح زيادة هيبقى فيها نسبة قيمة غذائية ولكن ما وصلتش لقيمة الغذائية بتاعتها زي الموز بالزبط كل ما بيقعد عندي كل مسكاره بتاعه بيعلى شوي فمش توصل للقيمة الغذائية بتاعتها ده كانت سؤالك أنت محمل محمل أنك تاكل المنجة اللي مملحها لا محمل نسأل عنها المضرة ولا مفيدة لأنه في بعض الأراء الطبية بتقول أنه المنجة الخضرة من الممكن أن تكون أكثر ضررا مش أكثر فائدة لسه ما استودش فبالتالي الخضار اللي فيها بيقفها نسبة أملح زيادة ماذا صحة ده أولا أكونت حابب أعرفها لا قيمة الغذائية أنا أعرف الطماطم حاجات اللي تتاكل الشيريوتوميتو اللي هي الطماطم الصغيرة دي أفيد من الطماطم الكبير كويس لأن فيها نسبة العيقبين عالية قوي ومضادة للأكساب دكتورة نيفين حسن أقصات الغذائية أنا مشكورك شكراً من جزيلا شكراً في كل مكان بشكركم لحسن المتابعة وإن شاء الله بإذن الله شوفكم في حلقات قادمة أخرى ولحد ما شوفكم مرة تانية لكم من كل اتحايا والتقدير أنا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته